من جانبها أكد الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتس أن هناك مرحلة جديدة في العلاقات المشتركة بين مصر والسربي خلال الفترة المقبلة وأشار الرئيس السربي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد أن الأحلام يمكن تحقيقها في العاصمة الإدارية الجديدة والتي توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها أنا أعرف هذا لأن لدينا مثلها في بلدي الناس لا يدركون ضرورة هذه الأشياء منذ اللحظة الأولى ولكن فيما بعد يفهمون كل شيء بعد مرور عدة سنوات كما حدد في بلغراد في سربيا مع بعض مشروعاتنا يشرفني ويسعدني وجودي هنا ويسعدني كثيرا أن أرى هذا العمل الرائع من جانب المصريين من المهندسين والمطورين والعاملين هنا وأستطيع أن أقول أننا بالطبع ندرك ونقر أن هناك مرحلة جديدة بين بلدينا الصديقين صربيا ومصر